رصدت القوات الحكومية ارتكاب ميليشيات الحوثي لألف وتسعمائة وأربعة وعشرين خرقا للهدنة الأممية في جبهة القتال بمحافظات الحديدة والتعز والضالع وحجة والصعدة والجوف ومأرب وأبيا وكذلك الحجة وأوضحت القوات الحكومية في تقرير لها بأن الخرقات تنوعت بين تسعمائة وسبعة وستين عملية استهداف بالعيرات ومائتين وأربع وستين عملية استهداف مدفعي ومائة وثمانية وسبعين تحليقا بالطيران المسير والاستطلاعي وتعملت الميليشيات الحوثية خرق الهدنة منذ لحظاتها الأولى في ظل التزام القوات الحكومية بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية التي تقضي بالوقف التام لإطلاق البر